من دعائه عليه السلام في طلب الحوائج إلى الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم يا ممتهى مطلب الحاجات ويا من عنده نيل الطلبات ويا من لا يبيع نعمه بالأثمان ويا من لا يكدر عطاياه بالامتنان ويا من يستغنى به ولا يستغنى عنه ويا من يرغب إليه ولا يرغب عنه ويا من لا تفني خزائنه المسائل ويا من لا تبدل حكمته الوسائل ويا من لا تنقطع عنه حوائج المحتاجين ويا من لا يعنيه دعاء الداعين تمدحت بالغناء عن خلقك وأنت أهل الغنى عنهم ونسبتهم إلى الفقر وهم أهل الفقر إليك فمن حاول سدخ التي من عندك ورام صرف الفقر عن نفسي بيك فقد طلب حاجته في مضانها وأتى طلبته من وجهها ومن توجه بحاجته إلى أحد من خلقك أو جعله سبب نجحها دونك فقد تعرض للحرمان واستحق من عندك فوت الإحسان اللهم وني إليك حاجة قد قصر عنها جهدي وتقطعت دونها حيالي وسولتني نفسي رفعها إلى من يرفع حوائجه إليك ولا يستغني في طلباته عنك وهي زلة من زلل الخاطئين وعثرة من عثرات المذنبين ثم انتبهت بتذكير كليم غفلتي ونهضت بتوفيقك من زلتي ونقصت بتسديدك عن عثرتي وقلت سبحان ربي كيف يسأل محتاج محتاجا وأنا يرغب معدم إلى معدين فقصدتك يا إلهي بالرغبة وأوفدت عليك رجائي بالثقة بك وعلمت أن كثير ما أسألك يسير في وجديك وأن خطير ما أستوهبك حقير في وسعيك وأن كرمك لا يضيق عن سؤال أحد وأن يدك بالعطاء أعلى من كل يد اللهم فصل على محمد وآله وحملني بكرمك على التفضل ولا تحملني بعدلك على الاستحقاق فما أنا بأول راغب رغب إليك فأعطيته وهو يستحق المان ولا بأول سائل سألك فأفضلت عليه وهو يستوجب الحرمان اللهم صل على محمد وآله وقل لدعائي مجيبا ومن ندائي قريبا ولتضرعي راحما ولصوتي سامعا ولا تقطع رجائي عنك ولا تبت سببي منك ولا توجهني في حاجتي هذه وغيرها إلى سواك وتولني بنجح طلبتي وقضاء حاجتي ونيل سؤلي قبل زوالي عن موقفي هذا بتيسيرك لي العسير وحسن تقديرك لي في جميع الأمور وصل على محمد وآله صلاة دائمة ناميا لا انقطاع لأبديا ولا منتهى لأمدها واجعل ذلك عونا لي وسببا لنجاح طلبتي إنك واسع كريم ومن حاجتي يا راب أن تفعل بي ما أنت أهله ولا تفعل بي ما أنا أهله فضلك آنسني وإحسانك دلني فأسألك آبك وبمحمد وآله صلواتك عليه ألا تردني خائبا برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين